مسمى قضحت مفتاح سعادتنا للمرضى في الرحمة أمل يهديه طبيب عيادتنا لداء دواء فا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين إخوان المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في عيادة الرحمة ندعو الله عز وجل أن يكتب الشفاء للجميع إن شاء الله اليوم سنتحدث عن أحد موضوعات أو أحد أمراض التي تتعلق بالجهاز التنفسي وهو مرض جلطة الشريان الرئوي جلطة الشريان الرئوي أو جلطات الشريان الرئوي ده مرض من الأمراض الشديدة الحادة نحن ننبي عليها حتى لا يحدث منها مضاعفات البداية في أي مرض يعني نعرف إيه هو يعني يعني إيه بفيه جلطة يعني حتة مزدودة من تتجلطة من الدم في الشريان الرئوي طيب الشريان الرئوي ده يغزي الرئتين يغزيهم بإيه؟ بيود الدم الدم من الشرياتين وبس دارين دي اسمه كله بعد كده أنه هو بيوصل الدم للرئتين وهو خالي من الأكسجين أو فيه سانوكسجين كربون عالي بعدين ياخد من الرئتين الأكسجين ويرجع تاني بهم ودوا من ناحية تانية من الجانب الأيمن من القلب الجانب الأيصر من القلب عشان يوزعه على الجسم كله التاني مهمته مهمة جداً لو إن الدم ده تسد ما وصلش الرئتين أو الجزء من الرئة في هذه الحالة الجزء ده حيحصله إيه؟ في أي قاعدة في الجسم كله لو في حتة متجلطة ومصلاش الدم وانقطع عنها الدم الدم ده الشريان وعصب الحياة وهو كل شيء في الجزء الذي يصل إليه بالتالي هذا الجزء يصبح ميتاً أو في حكم ميت لأنه لا يصله هذا الدم إلا في بعض الحالات بيكون ليه طريق آخر للدم الوصولي وبالتالي لا يصاب بتعب شديد لكنه في الغالب يكون طرمى هذا الطريق الأساسي قد سد بهذه الجلطة فيحدث فيه هذه المضاعفات إيه أسباب الجلطة الشران الرئوي؟ الشران الرئوي ده يعني هو بيطلع من الجانب الأيمى للقلب وبالتالي كل اللي بيصب في الجانب الأيمى من القلب من الأوردة إذا توقف أو إذا حدث فيه جلطة ممكن أن يرسل أو ينبعث منه جزء جزء من هذه الجلطة تنشطر منه أو تنقطع منه من أي جزء فيه أوردة توصل للجانب الأيمى من القلب الجلطة دي هتطلع من الجلطة الأساسية التي في الساقين مثلاً كمثال وده أشهر مكان أو في الحوض وده المكان اللي بعديه أو في الزراعة العلوية الأطراف العلوية وده نسبة قليلة جداً توصل الدلطة دي جزء منها يروح للجانب الأيمى من القلب وبالتالي يطلع في الشران الرئوي يطلع في الشران الرئوي يسد الشران الرئوي حسب حجمه إذا كانت دلطة كبيرة هتسد جزء كبير إذا كانت صغيرة هتبقى حتة صغيرة إذا كانت صغيرة خالص إذا ما هتروح في أحد الأطراف الجانبية أو التفرعات الجانبية سواء في اليمين أو في اليسار للشريان الرئوي طب إيه اللي يخلي أساساً يحصل جلطة في الساقين مثلاً أو تجلط الدم في الساقين أو في الحوض أو في أي مكان إيه اللي يخلي الدم اللي كان ماشي طبيعي ومنساق طبيعي يصبح يتجلط ولا ينساق طبيعياً مثل ما خلقه الله سبحانه وتعالى إيه اللي يحدث هذا وبعدين بالتالي منه ممكن يحصل ممكن يحصل مش في كل الحالات بس عشان الناس أنا بقول ممكن عشان بالناس تسمع الكلام وتفهمه يعني بالضبط وبقدر إحنا ما أو نذكر حتى لا يصابه بالهلع يعني فيه بعض المرضى وبعض المشاهدين يسمع الكلام ياخد كل كلمة احتمال وممكن ونسبة صغيرة ياخدها على إنها دي الأصل وينسى ما ذكر أن هذا ليس هو الأصل إيه اللي يقول جلطة الساقين أو الجلطة في الحوض من الممكن يعني يحدث منها أو ينشطر منها جزء ويحدث جلطة في الشيران الرعوي ممكن ما يحصلش وده الغالب لكن إيه اللي بيحدث أصلا جلطة في أوريدة الساقين أو في أوريدة الحوض أو في أوريدة الفخز أو ما شابه ذلك فيه عندنا ثلاثة أسباب رئيسية يعملوا هذه الجلطات وده بقى دورنا نحن في الكلام ده عشان نمنع وأنا بقوله أكده موضع دي كلها موش عشان الناس تخاف وتتريعب لا المفروض نذكر بهذا الكلام والذكرة تنفع المؤمنين دايما وتنفع كل الناس في الطب إن إحنا لنمنع لنمنع قدر الإمكان للوقاية من هذه الأمراض للوقاية من أسباب هذه الأمراض بقدر الإمكان وبالتالي إذا ما وقينا نفسنا من أسبابها بالتالي مش يحصل هذا المرض من أصله طيب هو إيه أسبابه عشان نقدر نتقيها عشان نقدر نتقي هذه الأسباب ولا تحدث هذه الجلطات التي يحدث منها مرض جلطات الشريان الرئوي وإن فيه ثلاث أسباب رئيسية إحنا عندنا الوريد دلوقتي ماشي فيه الدم الوريد ده ممكن يكون فيه المرض في الدم نفسه اللي ماشي من ساق داخل الوريد ده يكون الخلل أو المرض فيه ممكن يكون المرض فيه الجدران الجدران الأوعية الدموية ديه نفسها وممكن يكون في نفس مكونات الدم نفسها يبقى درجة انسياق الدم سياب الدم في الأوريد ده نفسه تأثر دم طبيعي وكل حاج لكن حركته حركته المرورية بقيت بطيئة زي الطريق عندنا كده طريق سليل ما فيش حاج بس الحركة العربيات سليمة اللي ما شاء في الطريق لكن الحركة المرورية طريق نفسه مش سالك طريق نفسه حركته بطيئة وقد يكون في مكونات الدم نفسها مكونات الدم اللي هي خلال الدم الحمراء والخلال المكونة ليه والصفايح الدموية يكون الخلال فيها هي نفسها هي لخلت الدم يصاب بالزوجة شديدة ويتماسك في بعضه ويحدث جلطة وقد يكون في الوريد نفسه من برة هو نفسه لفيه المرض ناخد أمثلة على كل واحدة من دول مثلا في الوريد نفسه الوريد نفسه جانبي الطريق جانبي الطريق نفسهم فيهم حاجة وقعت منهم حاجة مش مضبوطة يعني ضاقة ضاقة على تجاه الطريق نفسه ضيقه فحصل حاجة في خلل في جدران الأوعية الدموية جعلت هذا الوريد غير طبيعي زي مثلا زي الدوالي الدوالي اللي بتحصل في الساقين دي مثلا الدوالي دي شيء مش طبيعي طبيعي هنا ما نشوفش الأوعية هم بتبقى بارزاوة وتبقى ماشية طبيعية جدا لكن دي بتبقى متعرجة وضعيفة متعرجة وضعيفة بالتالي الحركة المرورية فيها للدم هتبقى ضعيفة كذلك وبالتالي يترتب عليه إنه هو ممكن كل شوية الدم ده يتوقف وإذا توقف في حديث جلطة دي مثلا مثال لدراني اللوعية الدموية التي فيها العطب نفسه دي من الدوالي ممكن انسياب الدم انسياب الدم وده بقى الجزء الأساسي لكن قبليه حنقول إنه يكون الخلل في مكونات الدم نفسها مكونات الدم عدد خلال الدم الحمراء مثلا زاد عدد صفحة الدموية زاد أول اللي زوجة بتاعتهم زادت لأمراض أمراض أسبابها كتيرة جدا ومنها مثلا أو أشهرها بالنسبة لنا نقص الأكسجين نقص الأكسجين ربنا سبحانه وتعالى ما بيحصل نقص الأكسجين لأي مرض من الأمراض في الجسم وأكترهم طبعا التدقينه وأضراره بيحصل إن الجسم يحاول يكون يحاول يعوض مثلا كمية الدم فيزيد العدد فيزيد عدد خلايا الدم الحمراء علشان تقدر توصل الأكسجين كتير للجسم نكمل إن شاء الله بعد اتصال الأخ حسام من قناء تفضل يا أستاذ حسان السلام عليكم أعيكم السلامة ورحمة الله بركاته يا دكتور تفضل لو سمحت أنا من سنة حصلت عندي كتمة في الصدر بس مش في النفس في الصدر كده كتمة معرفاش من فين بس ما هي في النفس ما هي في النفس الكتمة دي جاتني من الساعة 5 والصباح جعدت لحوالي الساعة 2 وخلاص راحت وخلاص وبعد كده راحت لها سنة وجاتني تاني من الساعة 11 جعدت معي للساعة 4 أنت بتدخن؟ بطلت الحمد لله كنت يابها بتدخن طبعا طيب كنت بدخن ماشا أنت عمرك كم سنة يا أستاذ حسان عمرك كم سنة؟ حوالي 52 حوالي 52 طيب أنا عندي آها مستديمة المعدة عندي عامل عملية من 20 سنة وباخد حبوب آآ آآ في الغالب يا أستاذ حسان كان لديت نتيجة ضيق في التنفس علشان خطر التدخين التدخين بيعمل ضيق في الشعب الهوائية وده ممكن ييجي مع مثلا جادر برد أو تعرط الأتربة أو أدخنة أو كنت إذا أنت بتقول كده واكل حاجة دا سمع أوي حصل ارتجاع خاصة المعدة كيتعباك ممكن أوي ده هيحتاج أنك ضروري تروح لأخصائي الصدر وتعمل أشياء على الصدر علشان يقدر يحدد سبب الكاتمة ديت ولكن كويس أنك بطلت التدخين لأن ده وأعتقد حيكون هو السبب الرئيسي في هذا المرض الصدر على الجلب يا دكتور أشعة حتبين لأتنين أشعة حتبين الصدر والقلب والله أنا عملت يعني عملت رسم جلبه مرتين لا الرسم مش هيبين لحيبين أشعة الصدر أكتر أشعة الصدر حتبين أكتر عند أخصائي الصدر لا لحيبين لك المرض بتاعك كنت ما تنافس أكتر طالما فيش حاجة في القلب طيب طيب تفضلي أكت ليلى سلام عليكم أعيكم سلامة وطلع بركات إزاي حضرتك يا دكتور أهلا وسلام علي مرحبا حضرتك يا دلوقتي لما رأي من مجود أو لما رأي من جاي بحدة مثلا من السخوط وطلع السلم عشان أنا في الخامس يعني بحس كده أن أنا نفس بيدي ويعني بيتنفس بصعوبة في سمنة أو لما فيش سمنة في ناحية الشمال كده من ناحية القلب يعني زما يكون كده مش شدة عضل يعني بحس أن الحتة دي يعني بيتنفس كده فيه كانت متنفس قلت إليه طيب فيه بيدي مصحوب معاك وحر مفيش لا بفيش كحر طيب وزنك زيادة لا الحمد لله كوي وزنك مش زايد أهو يعني كانت متنفس مع الدور الخامس ده إذا بكنتش متعودة أنك تطلعيه طبعا ده وارد وارد الناس لوقتي ما بتمشيش كتير وبتحركش كتير وده وارد أن يكون فيه مع الدور الخامس يعني يبقى فيه شوية ضيق في التنفس أثناء الطلوع وبعد كده متستريحي بيروح تماما شكده ولا إيه؟ طب حدرتك النغذة اللي بتجيني بقى ناسية القلب بديه حيث أن هي حاجة أخش كده ببعضها مسكت وبعدين عندي كمان دلوقتي جاني حتى فيها في مناخيلي ما بطيقش ولا ريحة البصان ولا ريحة التراب ولا أيها بخور أيه لا حسية الأنف طبعا ده مهمة هتتعالد وبعدين هو مشموع حسية الأنف بقى لتهمينها في التوقيت ده بالذات اللي همينها أن يكون تكون مصحوبة بحسية في الشعب الهوائي بس حسية الشعب الهوائي كان هيبي بردك معها كحة وصفير أو صوت كده أثناء بردك المدهود عليه لأحوال طبيعي حسية الأنف طبيعي لازم تعالج عند أخصائي الأنف ووذن لكن الصدر بردك يعني في اطمئنان على عند أخصائي الصدر هيقدر في الحقيقة يبين لك إذا كان فيه حسية أو ما فيش وأشعة الصدر هتبين إذا كان فيه سبب للألم ده ولا لأ كلها حاجات بسيطة جدا وسهل الوصول لسببها وتطمئنني وفي الغالب حيكون ده طبيعي لأن المجهود قليل عند معظمنا دلوقتي يكون تروع الدور الخامس ده هو سبب لكن وجود حسية الأنف ده في الحقيقة يجعلنا نهتم بعلاج حسية الأنف شكرا تفضلي تفضلي أم عمر السلام عليكم عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا دكتور عندي ابني عمر عنده ثلاث سنين إنه عنده لحمية في أنف تفضلي عند الدكتور ثلاث سنوات تعمل له عملية طلب عملية يعني خضرتك يا دكتور ريين في عمله العملية طبعا طالما يا دكتور الأخصائي الأنف وإذن قال لك محتاج عملية وتنفع العملية خلاص يبقى محتاج عملية إحنا بس الموضوع بيتأكد إن فيه لحمية فعلا إذا كان فيه لحمية فعلا خلاص يبقى خصائي الأنف وإذن يعمل العملية وتوكل على الله وإن شاء الله يبقى كويس بإذن الله طيب في أي خطورة دكتور يعني صغير بقوله إنه ممكن يعني تطلع له ثاني بعد لا 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 ما فيش خطورة إن شاء الله مش خطورة ما الدكتور بيقيم المريض كله على بعضه دكتوره ودكتور التغدير طبعا بيقيم الوضع كله وبشوف إذا كان فيه خطورة ولاحة يقولك قبل ما يعمل العملية إن شاء الله إن فيش خطورة نعم شكرا شكرا لله طيب إحنا هنا دلوقتي أسباب الجلطات في أوريدة الساقين إما إن يكون نفس الجدران ده فيه مرض زي دوالي الساقين أو إن يكون فيه زيادة في خلايا الدم الحمراء أو في الصفائح الدموية وبالتالي يترتب عليها لزوجة وتكوين جلطات مثل بعض الأمراض وأشهارها نقص الأكسوجين يسوي في الجسم كله وربنا بعوض عدد صفائح دموية عدد الكرة الدم الحمراء فبتزيد الزيادة دي ممكن أحيانا يكون فيه صعوبة في إنها تسير حركة طبيعية وبالتالي يحصل تراكم مع بعضها بعض وتلاسك مع بعضها ويحصل الجلطات ديته تفضل تفضل يا أستاذ أسامة تفضل أستاذ أسامة من السعودية تفضل تفضل معكم أعيكم السلامة والتالي بركاته أجلت الحمد ولله أنا عندي زوجتي عندها شرقة على طول كده بيجي لها الشرقة بكوحة على طول الشرقة بكوحة بالليل بس ولا بليل وبنهار نعم بالليل وساعات بالنهار ساعات بالنهار توصل الكوحة وربع دارة غيرت ما هي حصة شرقة كانت متنافت كده وعلى طول تضعط الكوحة كده تتجي في النوبات ولا مفيش نوبات نوبات يعني بتيجي في النوبات يعني كل شوية مع بعض أه حضرت الكوحة السلام عليكم أعيكم السلامة والتالي بركاته بقول لي يا حضرتك أنت بتيجي الشرقة دي في النوبات ولا بتيجي على طول متصلة لا بتجيني بكوحة شرقة بكوحة كده اه في النوبات يعني مرة وبتطري وتستريحي خالص وبعدين ترجع تاني اه وبتجيني كاتمي تنفس كده وبروح هنا عند الدكاترة بيدوني بخاخة بس أنا خايفة أستعمله ده متخفيش طبعا ده يبعنا في حاجة أي عادي جدا ده البخاخة أحسن علاج وأمن علاج وأقل ضرر من أي علاجات تانية وبتشتغل موضيع على الجهاز التنفسي فقط ولا تصيب أعضائي لديسم الأخرى بأي شيء فيطمئن يخد البخاخة وتابعي مع الدكاترة هو ده العلاج الأمسد بإذن الله طب الزبرين ده د رogتي كان الدكتور بتاع الأطفال ده وليشتريممس د هذه الحاجة لين ليك؟ لكني؟ لكني تريد ماذا؟ لاذب ان تعد الأطفال الذين تستخدميه؟ أزيلين من تعد الأطفال اه تستخدميه أنتى يعني؟ اه تستخدميه أنت عندي كم سنة؟ في حاجة في القلب؟ انا عندي 400 سنت في حاجة في القلب طيب؟ أو في أي حاجة؟ تابع الحمد لله لأ خلاص مش هيدين استخدمه لا، أحيانا هناك زود الحيالي حسي بالنسبة لك أنت طالما فيش داعي تاني طبي طالما فيش داعي طبي تاني لا في القلب ولا في أي حاجة خلاص ما فيش داعي نحن نستخدمه علشان ما يكونش بزود الحاسية عند بعض الناس بيكونوا حسسين للزبرين ويجيلهم حسسين من الزبرين في شعب الهوائي أو بزود حسية الشعب الهوائي فيعني ما فيش داعي طالما فيش داعي طبي آخر لاستخدام الازبرين بتاع الأطفال شكرا لدك شكرا لله نرجع بقى السبب التالي في حدوث جلطات الساقين غير الأهم بقى السبب ده اللي هو ضعف الحركة الانسيابية داخل أوريدة الساقين وإيه اللي يخلي بقى الحركة دي تقل أسباب كتير جدا ودي حاجات بقى المهمة اللي احنا عايزين نعملها أولا الدوالي الدوالي ما ليش دخلي فيها أوي لكن كان فيه دخلي في إنه كثرت الوقوف على الساقين وننصح اللي عندها دوالي أو اللي عند دوالي إنه يحرك رجليه كل شوية حرك رجليه علشان ما يزيدش الرجل اللي بواقف على المكانة مثلا سبع ثمان ساعات أو اللي هو يوقف في الجيش أو في الشرطة سبع ثمان ساعات يحاول يحرك رجليه كده عشان ما يجلوش الدوال دي تكل شوية وعشان ما يحصلش ضعف عركة انسياب الدم وبالتالي يحصل الجلطات ده مهمة جدا الحركة حتى الموضعية المضطر إنه يقف ده المضطر إنه يكون واقفا فترات طويلة يتحرك إن شاء الله في مكان حتى ما يوقفش سبع ثمان ساعات كده من الحركة حركة القدم والسقين والفخزين برضا في بعض أحيان دي مهمة جدا عشان انسياب الدورة الدموية أسباب عدم الحركة اللي احنا نلاحظها طبعا أكتر مثال طب تفضل بعد الاتصال إن شاء الله نكمل تفضل يا ستحاد السلام عليكم عايكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله دكتران عندي قحة كده بقى الأكتر ما شغل معا وما أخذت علاج وكشفت كده تفضل تكاتر هنا في الأردن يعني نستون علاج دو قحة عادي مرضات عيوية بس ما جابتش معاينة قحة جلد يعني حاجة ساتذ كده بيتخرع والله بص أسمعي السلام عليكم ستحاد أولا الكوحة الشديدة دي لا تعني أن المرض شديد مش لازم مش بالضرورة أن الكوحة الشديدة تعني مرض شديد ودوات النازلات الشعوبية الموجودة حاليا يبقى فيها كوحة شديدة جدا وفي نفس الوقت المرض بسيط إن شاء الله لكن إحنا عندنا قاعدة برضا كالكوحة تغيب شهر ده مع أخصائص صدر من الأفضل ويعني في كثير من أحيان يكون لازم يعمل أشياء عادية على الصدر لعلي في حاجة هو مش باينة في الفحص الطبي وبالتالي يقدر يعليكها ويصل إلى تشخيص المرض المضبور أو يكون حاجة في جهاز التنفس العلوي أحيانا يعني يكون حاجة في الجيوب الأنفية وهي السبب وإحنا دارين عالك في الصدر وغفلنين عن حاجة الجيوب الأنفية أو تكون بتاخد أدوية مثلا زي أدوية الضغط وتكون تعلي وتعمل كحة برضاك الكلام ده كله مهم أو الدكتور بيرعيه أو بيكون فيه ارتجاع الحامض من المعدة إلى المريء ويحدث كحة شديدة برضاك كل الأسباب ديت إذا كنت تعرفها وما قلتش للدكتور عليها بتنبه الدكتور لها وفي نفس الوقت برضاك يتعمل أشياء عادية على الصدر عشان يشوف إن كان فيه حاجة في الصدر تانية غير الأدوية اللي أعطاها تحتاج أدوية أخرى غير التي وصفها الطبيب لك من ضمن الأسباب عدم نسياب الدم في أوردة الساقين والحوض والفقد كده طبعا بعد العمليات دي أكتر سبب بعد العمليات طبيعا المريض ونقول له ما تحركش أو بيبقى متعب جدا ما عرفش يتحرك ما عرفش يروح كده ولا كده ودلوقتي يعني الحمد لله عندنا حوالا بسيطة كده ونديها حوالا أو لتنين طول ما المريض مش بيتحرك تحت الجلد للوقاية لعدم حدوث جلطات دي جزء طيب اتفضل اتفضلي يا أختي كريمة أهلا وسلام عليكم اتفضلي أهلا وسهلا أهلا أتفضلي أيه نعم أهلا سمعتها أتفضل أنا ابني عنده 11 سنة ومدشي في الـ 12 عنده بيقى الشريان اللي هو بيغسل القلب اه يعني انتشأت هو عنده شهر عنده شهر ودوات عدو أديه ايه دولاته عمره أديه نعم أتفضل دولاته عمره أديه دولاته عمره أديه دولاته عمره أديه دولاته عشر سنة ومشي في الـ 12 طيب مش بتابع مع دكتور القلب نعم شنا أتفضل مع تستطرة لدرقة المئمة كانوا خلاص سرسة حكيبونا في النقوع يحمل البوبة صلتها الشريان فبعدين أقولني ما فيش أنبوبة لتدخل شريان دولاته عمره سنة وكان عمره سعيد خبست سنين فأدباتي كل ما مشي في حروف لفعل إنهم يقولوني أني لما يحصلوا إغنائوها يحصلوا إغنائوها لا هو بصي دولاته دي أولا دي تخصص القلب بجراحة القلب وهتعمل مع زميل شري أو قصي جراحة القلب عشان يتابع المرض ده وقد يكون ليه جراحة والجراحة التنك تصبري معامل غاية ما يشوف إذا كان فيه جراحة تفيده يبقى الجراحة طبعا أفضل لأدوية وأحسن لأدوية في الحال دي ده عشان بس ما تقلقيش ده مش موضوع اللي أنا بتكلم فيه خالص وابنك أسهل من كده إن شاء الله لأنه وليه جراحة والجراحة طبعا بتحل المشكلة بإذن الله اتفضل يا أستاذ جميل السلام عليكم السلام و السلام بركاته تفضل أدوك نعم تفضل حضرتك أنا عندي فيه لما بقت حضرتك كتير على رجلي بتحوالي 10 دقيقة أو أربع ساعة كتير بحثي بألم في السكن من ورد كده ورجلي بحثي ليه جاكتون في ألم لما بتوقف نعم لما بتوقف بيبى فيه ألم نعم طي أنت عمرك كم سنة؟ عندي 40 سنة أه وبتوقف كتير أه لا يعني أنا أولا بلعب بلعب بخورة وبعد ما دخلوا الثلاث برضو بحثي بكعب رهيب يعني والله أنا نصحك برك أنك تروح لمؤخصي الأوعية الدموية أخصي الأوعية الدموية في تخصص أوعية دموية جراحة أوعية دموية ده عشان بس يتطمم بالأشعة البسيطة الدبلر ديت أو دوبلكس إن الأوريدة تتسابقين كويسة وما فيهاش حاجة وأنا نصحك دايما بالحركة زي ما نقول دلوقتي ما توقفش دايما فترة طويلة بدون حركة لأن ده حيساعد معاك إن شاء الله طبعا لابد استبعاد الأمراض الأخرى وهيقدر يقولك إلا إذا كان فيه حاجة في الشرايين إحنا هم عندنا في الساقين فيه شرايين وفيه أوريدة وفيه عصاب كل ده ممكن يعمل ألم وفيه عضلات فبردك تمييز وتشخيص لابد من مناظرة المريض عشان يقدر يفرق هل دي من الأوعية دموية سواء كانت شرايين أو أوريدة أو من الأعصاب أو من العضلات ودي كلها أمور بسيطة أو في التفريقة لدى الطبيب المتخصص وساعتها هيقدر يقولك أنه مفيد لكن على هذه الأحوال إحنا منحبش مريض يقف أو أي إنسان يعني يقف فترات طويلة دون حركة عشان ما يحصلش المضاعفات اللي أنا بتحدث فيها اليوم دي فردال يا أم محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بركاته لو سمعت يا دكتور أنا عني في سكر وجات لي جلطة في رجلية وارتين مارتين ده جلطة في الشرايين بقى بتجيني فرجلة واحدة دلوقتي المرة الثانية جاكلي فرجلية الاثنين طيب بس عملت دوبلر عملت إشاعة دوبلر آه والدكتور قال لي فيه كابتجيني في الشمال قال لي فيه فرجلة اليومين فوق من عمد الويت بداية جلطة يعني بدأت أخذ كله بارين آه بس دلوقتي لقيت دوالي فوق يعني فوق خالص آه فيه دوالي فوق دوالي بسيطة ضعيفة كده نعم شعيرات بسيطة ولا دوالي كبيرة واضحة آه 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 حاجة كده يعني بسيطة بسيطة يعني لمستاها أعرفت أني هي موسيطة لا 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 ده بسيطة دي دي ما تخفيش منها آه بص يا محمد انت دلوقتي الجلطة اللي عندك ده في الشريان في الشريان مش في الأوردة اللي احنا متكلم عليها انت عندك في شريان السقين شريان السقين يعني الدم اللي واصل للسقين اللي جاي من القلب مش اللي رايح للقلب اللي جاي راجع يعني اللي فيه اكسجين ده مهم جدا طبعا أنه يبدو يحدث ألم شديد جدا وطبعا بيقلل الاكسجين اللي واصل للأنسجة بالذات القدم ودي مهمة أنك تابعي مع طبيب الأوعية الدموية وطبيب السكر في نفس الوقت عشان ضبط السكر مهم لأنه سبب في الحالة دي عندك هو السكر فبالتالي ضبط السكر وعلاج وعلاج الجلطة دي الموجودة في الشريان الساقين أو في أحدهم مهم والانتظام في العلاج مهم وهيبقى فيه علاج وقائي وليكن هو الإسبريم في معظم الحالات الوقائي عشان ما يحصلش جلطات تانية مع تضبيط السكر مع أخذ موسعات الأوعية الدموية للشريان الساقين ده مهمة قوي مع مريض السكر وخصائي مرض السكر وخصائي الأوعية الدموية لأن دي أحد مضاعفات مرض السكر إن الشريان الساقين تبقى فيها مرض ويحدث فيها جلطات وطبعا في الأسباب الأخرى كتيرة لكن تبقى فيه السكر فيبقى الموضوع أبسط في علاج السكر إن شاء الله ومنع حدوث جلطات مرة أخرى علشان ده هيبقى فيه مشقة عليك إذا تكررت الجلطات في الساقين أما حكاية الأوعية الدموية الضعيفة اللي هي أوريدة دي دي ما تخافش منها ده حين تكون من السمنة ومنشد الأعضلات في الفخزين لكن دي هي تمشيها اللي احنا نتحدث عنها اللي هي فيها دوالي شديدة دوالي شديدة دي اللي بيبقى أوريدة أوريدة الساقين فلازم نفرق عشان الناس برضك ما تتوش إن فيه جلطات في الشرايين الساقين أو في شرايين الساقين وفيه جلطات في أوريدة الساقين الأوريدة دي اللي هي بتاخد الدم من تحت وعتطله على القلب الشرايين اللي هي جايبة الدم اللي فيه الأكسجين من القلب ففيه فرق كبير بالاتنين وكل واحد ليه يعني أعراضه كل واحد ليه طريطه في التشخيص وطريطه في العلاج وأحيانا يلجأ للجراحة تلعوية الدموية في بعض أو في بعض هذه الحالات نحن نكبل برضك أسباب حدوث جلطات في أوريدة الساقين وأهمها عدم الحرك عدم الحرك السمنة أحيانا برضك والسمنة طبعا بتسبب بطريطين دهون كتير دي ضغطة على دموية الحاجة الثانية عدم الحركة برضك اللي عنده سمنة مفرطة ما يعرفش طبيعي يتحرك كتير وبالمشيش كتير وبالتالي عنده عرضة زيادة لحدوث هذه الجلطات نقولنا بعد العمليات واللي عنده ربنا عافي الجميع بعض الأوران بعض الأوران برضك بتسيل من سيلة الدم أي طب نكون البعد الاتصال تفضل تفضل أهلا وسهلا محمود تفضل عليكم السلام وبركاته تفضل عندي الغدة تحت أنا تحت تدني وحرجبتي اللي إيه وحضوفت الأفرات في لا لا أنا مش سامعك مش سامع كويس بقولي عندي غدة أنا ورمة تحت غدة فين نعم أه غدة فين تحت تحت هنا تحت أعد زور كده عند زور كده عند الفرز يعني عند الفرز ولا تحت ربط أه مش سامع فين حتة بتاعتك دية وحل بسط جدا إنك تاخد واحدة من دول وتتحلل ويستحسم واحدة من بتوع الرقبة تتحلل ويعرف سببها إيه تتحلل عن تحليل بسولوجي يتعرف سبب المرض ويبقى كده تحدد الموضوع وتحسم وتعرف علاجه لأن الغدة دية بردك أحد الأسباب اللي احنا نتكلم عليها لو ضغطت على أوريدة الساقين بردك تحدث جلطات لأنه من ضمن الحاجات بتضغط زيها زي الحمل في النساء الموجود بردك في البطن ويضغط على الأوعية الدموية ويضغط على الأوريدة وبالتالي يعمل بردك يخلي حركة عدم السياب الدم ويحدث جلطات فالغدة دية احنا هنعرف سببها الأول وبعدين تتعالج عشان يتعرف علاجها دوائي ولا علاجها جراحي وفي الغالب حيكون علاج دوائي بسيط إن شاء الله بس لازم يتاخد منها عينة والأسف ما عرفش معظم المرضى يرفضوا أخذ العينة ويخافوا منها مع أن دي أيصر الحلول وأبسطها وأسرعها كمان أسرعها بعد عمل التحليل البسيطة كده إن ما قدريتش تحدد سبب المرض التحليل الأولية فيبقى الحل دلوقتي إن احنا ناخد عينة من الغدد اللينفوية ومعرفة سبب تضخم الغدد اللينفوية لأن قد يكون علاجه سهل يسير في البداية أما إذا أهمل في بعض الأحيان بيصعب علاجه وبيشق على المريض علاجه وعلى الطبيب تشكيصه فده مهم أتفضل يا أستاذ صابر السلام عليكم عليكم السلام وإطلاق بركاته من فضلك الدكتور أنا ابني عنده 13 سنة أي تفضل معنا يا فندم أي معك ابني عنده 13 سنة وبيجي يأكل كده يعني يبقى عنده دي كفى التنفس كده وبيعمل كده يعني صوت كده لما يأكل بس لما يأكل بس وكان هو الغار هو كان بيشقر ونائم بعدما بقاش يطلع صوته المخيبر شوية خلاص دي كان مثلا لحمية وخفت أو صغرة ماشي الشقير ده لكن ما زال يكوح لما يأكل لا ما بيكوحش لما يأكل ما لإيه؟ يجي ضد التنفس بس أي يا فندم؟ يحصل ضد في التنفس مع الأكل مع الأكل بس أهو ولا بعد الأكل لا فهو بيأكل جواد يعني بيبقى لفت ومخلوق كده من ناحية الأنف بتاعه آه من ناحية القلب عليه لحوال ده لازم يفحص المريض ده ويتشاف لأنه ممكن يكون يعني طبعا المجهود العادي المجهود العادي بيتعب منه؟ أي مجهود تاني؟ لا ما بتعبش منه الحمد لله يشوف لنا دلوقتي إن فيه أهل اتصال ما بين احنا عندنا ربنا سبحانه وتعالى عامل اتنين مجريين اتنين جنب بعض واحد للأكل وواحد للنفس ولو حصل أي خلل في انتظامهم لأنه ما نحن نجي ناكل بيحصل أن يتقفل مجرى النفس شوية عشان الأكل ما يدخلش فيه ولو فيه خلل في الحتة ديت يحصل أن ما ييجي الأكل أو حتى المية يلاقي نفسه ونفسه متدايق بس في الحال دي بيحصل أكتر كحة مجرد في التنفس كحة وبالتالي أنا أعتقد أنه هو يعني أنصح ابنك أنه هو يأكل ببطء شوية وما يملاش ميش بحش وميش بحش وطبعا عشاعة الصدر ضرورية جدا برضك عشاعة الصدر ضرورية لأنه قد يكون فيه حاجة ضغطة على المنطقة ديت وهي دي السبب وهي دي السبب اللي تسبب فيه صعوبة في التنفس مع الأكل فبقى فحص الطبي مهم جدا وعشاعة الصدر مهمة وهيكي نحتاج كمان مع خصائي الصدر خصائي الأنف وأزم أتفضل يا مبراهيم السلام عليكم أعيكم السلام عليكم أطلاق بركاتكم لو سمحت يا دكتور أنا عندي ولد وبنت عندي ولد وبنت عندهم حساسية على تدرهم وأنا بعليهم عند الدكتور بياخدوا ولده الحمد لله لما خدوا علاج يتحسنهم لكن هو الدكتور دالهم مصر عمل لهم تحليل كده في إيديهم وقال للتحليل ده علشان نعرف في إيه الحساسية ديه فراصية ولا من حاجات معينة فاطلاق سرقها حساسية مش فراصية ودالهم بيبطلهم مصرهم وبقى لهم سنة بياخدوه هو مصر حدود هو الدكتور نفسه اللي بيركيبه وبعدين دلوقتي أنا فيه جماعة برضو بياخدوا واحدة برضو بانتهى بتاخد نفس المصر طيب بتحسينه على المصر ولا لا؟ ايه؟ بتحسينه على المصر ولا لا؟ لا هو لسه الدكتور اللي أنا بباشر عنده قال لي نتيجة المصر لسه مش هتبان غير بعد الإزازة العشرة بعد سنة؟ آه الإزازة العشرة الإزازة رقم عشرة آه وانت دلوقتي في الإزازة الكامل باخدوا الوقتي الإزازة رقم ستة ستة آه ولسه تعبنين آه لسه بس العلاج اللي هو باخدوا علاج تاني بجانب بياخدوا علاج تاني الحمد لله اللي العلاج خلاهم أحسن كتير كان على طول صدرهم بالنصر والله أنا أقولك بس الموضوع ده عشان موضوع هو موضوع شائق شوية خليكي بس معايا أنا أحاولوا لناس كلها مش لك انت لوحدك دلوقتي موضوع المصر والأمصال وعلاج الحسية بالأمصال ده رغم أني عد عليه مئة سنة على اكتشافه حاجة غريبة جدا مئة سنة على اكتشافه وإلا أني ما زال الخلاف قائم ما بين الأطباء هل نعطيه ولا ما نعطيش شو بمئة سنة مع ذلك لم يحسب الخلاف فيه فالخلاف ده جاي من إيه بقى هل هو مجدي ولا غير مجدي وهل هو ليه مضاعفات ولا مليش مضاعفات لكن على أي الأحوال فيه اتفاق أو شبه اتفاق مش اتفاق كامل على أن المريض اللي ما استفدش من الأدوية وما بتحسنش معها الأدوية والأدوية اللي هي البخخات والأدوية والأقراص والحوان والطريقة التقليدية وبعيدناها عن الأتربة والأتقينة والرواح والحاجات اللي احنا عارفين هداية وأسبابها المريض اللي هو ما بتحسنش بالكلام ده وحدد بالاختبارات اللي انت عملتها هداية أنه عنده مصل أو اتنين أو تلاتة مش عادة كبير مش عشرين تلاتين واحد حساس لهم وممكن يعطى التطعيم مع المصل أو الاثنين أو التلاتة دول بحيث أن احنا يعني نعود الجسم عليهم دي مدرسة طبعا بتؤيد هذا الكلام ولكن هو الرأي زي يقولك اللي هو شبه يعني متفق عليه شوية أنه هو نستخدمه في استخدامه الدقيق يعني في دواعيه الطبيعية مش كل الناس لأ مش كل الناس يتعمل لهم الكلام ده مش كل اللي عنده حسية يتعملوا الكلام ده إفرد مريض حيخف بخيخ حيخف بحاجة بسيطة خلاص انتهت القصة اش محتاجين القصة المزعجة الطويلة العريفة دي مريض مثلا تاني كلها شوية أدوية بيخوتهم أو بيقولوا أسبوع في السنة أو بتاع شعر في السنة وانتهت القصة لا فيش داعي لكلام ده طبعا خلاص لكن احنا متكلم على واحد لم يستجيب لكل الأدوية والحسية مستمرة في الحالة دي هندي له المصل دي بالإضافة للأدوية أما ان احنا نضحك على نفسينا بقى وروح ندي المصل وندي الأدوية لكل المرضى بدعوة المصل بيعالج طب ما تشيل الأدوية طيب وشوف المصل حيعالج ولا لا الأول نتأكد من كلام ده ملاش الأدوية بقى ونشوف المصل حيعالج ولا مش حيعالج وبعدين المصل مجدازي مصنع بطريقة بطريقة علمية دقيقة إيه إزا ذات معلاش أي أسماء ولا عائية أي أدوية ولا حد عريف مصدرها إيه وبترجع فقط لأمانة الطبيب واحد أو فقط فيعني ده موضوع في الحقيقة فيه نظر كبير جدا والمفروض يكون كل حاجة في الأدوية دي مصنعة وفيه إشراف طب عليها وإشراف صيدال عليها والأمصال دي يتفيها دقيقة وأمصال مجدية عشان نقدر نديها للمرضى وإحنا مطمئنين تفضلي أمي فاطمة السلام عليكم عليكم السلامة وطلاب بركاته يا دكتور أنا حامل في الشهر السادس ومع الحمل يعني بدأت أتعب وانها الجامد تنهاجي في كحة في كحة وقفت للدكتور قال لي على دوا اسمه فيربامايل وخصوب أنه ممنوع أخذ في الحمل فدولنا دوا اسمه إيه؟ يعني ممكن استخدامه ألا لا هستعدينك الدوا اسمه إيه؟ فيربامايل فيبراميسين لا فيربامايل فيربامايل ولا ميفلونايد لا فيربامايل فيبرامايل سين لا لو فيبرامايل سين لا فيبرامايل سين متخدش مع الحمل لا آي لكن أنا مش سامع التفصيل الدقيق للإسم اللي أنت قلتيه لكن يعني دي له ومفلونايد البخاخة دي أمينة مع الحمل لو في حسية علي الأحوال ضيق التنفس مع الحمل ده ممكن يكون شيء طبيعي الشيء طبيعي في الأشهر الأخيرة شوية بفيه ضيق في التنفس شوية خاصة إذا كان الحمل كبير الحجم شوية أو كان فيه ماية كبيرة مع الحجم ده ممكن يحصل أو كان فيه سمنة مصاحبة للحمل ده ممكن يكون طبيعي لكن المريض اللي عنده حسية أو اكتسب حسية أثناء الحمل وجاله ضيق في الشعب مريضة وجالها ضيق في الشعب الهوائية في الحالة دي طبعا أنا صاحب أنها تاخد علاج الحسية كاملا كما لو لم تكن حاملا وأنا بقولها هو علاج الحسية آمن تماما أثناء الحمل مثل غير الحمل واللي ضر غير الحمل بيضر أثناء الحمل فهو زيها زي الحمل بالضبط زي اللي مش حامل ونسيبش المريضة تعبانة علشان ما تاخدش علاج علشان خيفينها الحمل نضيعها الاثنين تفضل يا أستاذ مصطفى أه شرعك يا دكتور أتفضل عليكم السلامة و أحسنا و بركاته أولا دكتور أني عندي الكولون تاهم شوية نعم القولون عندي آه القولون آه مالو قولون بتعبك آه فهو بس مخصوط القولون زي خنيع جوه عندي بيزغول يعني دي حاجة بسيطة يا راجل ده ده الزغولة دي بس انت تخفف الأكل كده نعم نعم أيوة أيوة نعم دي كلها حاجات بسيطة القولون لكن مش عامل حاجة في ضجف التنفس ولا حاجة صح مش عامل ضجف التنفس أولا طبعا صحك أني هتروح لخصف الجهاز الهضمي عشان يعليج لك القولون لكن القولون بشكل عام بس انت يعني بلاش تبقى متوتر آه طلع في حاجة طيب قالك ايه انتفاق انتفاق في الامعاء القولون بقى ده بيبقى موجود في الأشعة التلفزيونية أكتر يبقى في الأشعة مش في التحاليل ده زي ونت حراك العاشة يبقى بسيط والأكل يبقى بسيط وخفيف بلاش الحاجات اللي بتعمل انتفاق زي الدسم والمسبك قوي والأكل خفيف ومباش متأخر بالليل وما ملأ ابنها ده معان شرر من بطن انت طبعا تمتسل هذا الحديث وتاكل أكلات خفيفة والتابع مع الزميل أخصائي الجهاز الهضمي ان شاء الله ده مرض بسيط قوي بس انت تهدي نفسك ومفيش توطر لان التوتر بيزود القولون العصدي اتفضلي يا امو أحمد السلام عليكم من فضح حقيتك يا دكتور انا عندي حساسية ورصية على تدري بس يعني من والدتي لكن رحت الدكتور واعطاني أقراف المفروض ان يبتت اسم على ثلاثة او على اثنين فقال لي تاخدي نص قرص الصبح ونص قرص بالليل وبعدين كل سنة بيبديني حقنة كورتزون بس انا برتاحة على الحقنة بصراحة لان بيبقى فينا احكام اقل مجهود بحس اني عندي كحة شديدة بس احيانا دلوقتي بحس ان انا عايزة ااخد نفسي لكن بحس اني زي ما يكون فيه حاجة متققلة على ستري طيب اسمعيني يا امو أحمد بقى ماشي بس ممكن اقفل واسمة حضرتك من التلفزيون اه اسمعي اه ماشي بقولك يا امو أحمد اه الوقتي اولا الراس ديها نص صبح وبالليل دي انصحك اني لازم تاخدها بعد الاكل عشان ما تعملش تتافل معده لازم تكون بعد الفطار وبعد العشان متاخدهش على معده فاضح دي حاجة الحاجة التانية الحونة بتاعت كل سنة دي انا انصحك في الحقيقة ما تاخدهاش اللي للضرورة القصوى لو الدكتور شايف كده لكن احسن منها بقى البخاخات البخاخة تاخديها فيه بخاخة وقائية وبخاخة علاجية البخاخة العلاجية ما تيبقى مريضة تاخديها ساعتها اولا الدكتور عارفها كويس واكيد قلك عليها وبس انتو في كتير من احيان الناس بترفض البخاخة العلاجية دي تاخديها لما تيبقى تعبان البخاخة الوقائية بتاخديها لمدة شهر اثنين حوالي ثلاث شهور مساء على الاقل الدكتور بيحددهم في اكتر فترة بتكون تعبانة فيهم بدل من الحونة اللي ممكن انت بعد كده تطر تكررها كتير وانا نخاف الحقيقة عكاية مرة في السنة دي مش مضرة اول حونة لانا بتشغل شهر كامل لكن احنا تخوفنا بيجي من ايه ان المريض بيستسر الحونة دي انا بتريعه زي ما انت قلت كده فعلا وشكة واحدة وخلص الموضوع ولا بخاخة ولا غير ولا وجه عدمها لكن بيجي بعد كده يلاقي نفسه محتاجة يقوم ياخدها زيادة ياخدها زيادة ياخدها زيادة وبالتالي معناها انه هو بياخد كورتزون بصفة مستمرة كورتزون بصفة مستمرة دي بيسري في الجسم كله لانه بيوخذ عن طريق الحقن وبيشتغل شهر كامل معناها ان طوال السنة ممكن ترسل عن ان طوال السنة بياخد هذه المادة التي تحدث مضاعفات عن مدى طويل وهو كده ياخدها فترة طويلة وبالتالي احنا مننصحش بكده تحسبا وتخوفا ان ياخدها فترات طويلة وبالتالي يكون في الاعراض الجانبية ترتفع النسبة اعراض الجانبية فيها واحنا في الحقيقة بيجينا ناس بعد خمس سنين عشر سنين بقى رجل نبقى جديدة جدا والأسف ونبقى كمان الأدوية البخات والحاجات دي بتبقى غير مجدية لانه نتعود عن حاجة قوية وبالتالي الحاجات البسيطة ما بتجيبش معها نتيجة ففي الحقيقة احنا مننصحش أبدا باستخدامها إلا على نطق ضيق جدا والدكتور شايف كده وفيه موانع كبيرة جدا مثلا من البخاقة أو موانع من الأدوية البسيطة التانية فيعني تحدد بقدرها وبسيط قوي وما حدش يكررها من نفسه أبدا غير باستشارة الطبيب حينما يرى أنه لا طريق آخر إلا هي الطريقة البسيطة دي إذا كان المريض بيرى أنها بسيطة نعم فضاليا مخديج السلام عليكم عليكم السلام عليكم يا دكتور لو سمحت أنا خلطي كان عندها جالها كحة جديدة بنهجان جامد جدا تقريبا من سنة راحت لثلاث دكترة واحد كان يقول لها قال لها قلبه وشكه أعمل لها إيكو وقال لها أنت عندك دي في التورياني التاجي واثنين تانيين قالوا لها حاسسية في الصاد المهم خدت الأدوية بتاعت الحاسسية وكده ما حستش بتحسن من عشر تيام بس راحت لدكتور تاني كانت برضو الكحة بالكحة بالنهجان الشيديدة قال لها عمل لي إشاعة عملت إشاعة قال لها أنت عندك اشتباه في دارة وهي من عشر تيام يعني هي محجوزة في المستشفى بقى لعشر تيام هي فأنا عايزة أتأكد هل يعني هو التشريف فأنا نضرب عمرها كم سنة؟ هي عندها تقريبا بتاع خمسة واربين سنة طيب عموما ده موضوع سهلي خالص يا مخديجة وده اللي من إحنا نقول عليه ولا بتجيب دم كانت ولا حاجة ما بجيبش دم في البلغة بتخس طيب؟ تسكن؟ نعم؟ تسكن؟ لا ده هي بتخس خالص بتخس خالص طيب بص يا مخديجة بقى رسالة لك وانتو لكل الناس اللي زيك وده اللي أنا بقول وهو بكرر يا جماعة كحة طول مش هنغرم حاجة نعمل أشعة صدر أشعة صدر أسهل الحاجات وأرقص الحاجات يعني دي غابة سنة هي بيقول مرة قلب مرة صدر أبسط الأمور لو أشعة قلب أشعة عادية على الصدر كيتبينت المرض ده المرض الدارة ده بيبقى مختبئ وأحيانا ما يبانش وما يظهرش هي خست وصنا أقفل بس نعم أقفل بس حضرتك الموضوع ده بيطول قد إيه وبيفضل في دور العدوى قد إيه لا أقولك بس إسمعين إسمعين مخديجة أنا هكمل لك أولا تشخيص المرض بسيط وسهل بالنسبة لطباء الصدر الحاجة للسيعة هيتعامل تحليل بصاق لمكروب الدرد يتعامل تلع إيجابي إيجابي؟ إيجابي إيجابي خلاص أقل كتير جدا متى ده تتجاوز شهر من أسبوعين لشهر فترة العدوى اللي هي عدم الاحتكاك بيها عن طريق النفس وعن طريق المصاق الخطورة مش في اللي جاي يا أم خديجة الخطورة في اللي فات اللي فات الفترة السنة اللي هي كيتمر المشقصة فيها وكييتكوح وكييتعتضن الأطفال والحاجات دي إسمعيني إسمعيني بقى لو أي حد منهم كح أو خس يعمل أشياء على الصدر أو أي أعراض تشكك في الضرن عندك الصدر يتعامل أشياء على الصدر للطمئنان للطمئنان على اللي فات مش اللي جاي اللي جاي إن شاء الله بإذن الله مش هتعدي هتخرج المستشفى هيكون البصاق تحول سلبي وهتكون بقى كويسة وإن شاء الله ستجيب لي العلاج بإذن الله يعني هي ما تصلاش من المستشفى إلا لما تعمل التحليل ده ويطلع سلبي غالبا نحن نعمل كده لكن هو العلاج بإذن الله بيجي بيخليه يحوله سلبي آه في الغالب بنعمل كده ونستنى ما يطلع سلبي حتى لو خرجت والدكاترة شافوا إنها تحسنت وعملت البصاق بعد كده ويطلع سلبي خلاص ما بقاش فيه عدوى ما بقاش فيه عدوى ما بقاش فيه عدوى والأولاد دلوقتي تعمل لهم التحليل لو ابتدى يصبح لا ما بيش تحليل أنا بقول أشعة أشعة الأول يعني ما نشك نلاقي حاجة في الأشعة يبقى نعمل التحليل لكن مش كل الناس هنعود نعملهم الطفل ده مش عارف يجيب بصاقة أصلا يعني أول ما ابتدى ابتدى أشعة دي على الصدر أشعة بسيطة جدا أخصاء الصدر هيعرفها أخصاء الأشعة يعرفها وما فيش شك يعني خلاص يقول لك ما فيش قعد وخلاص جزء اللي جاي بقى احنا فترة الشهر ديت بداية العلاج ديت بس ما يحتكوش الأطفال بجدتهم واحتكاك قريب أوي يعني والاحتكاك القريب بس اللي بي يعني ولكن المرضة الضارة من الأمراض اللي بتعالج بسهولة والعلاج فيها ناجح بإذن الله تفضلي يا أمو خالد السلام عليكم عليكم سعاة وطلاب ركات سمعت يا دكتور أنا كان عندي عندي يعني كان عندي دور نزيف محبالي ماشي لا مش سامع حضرك بتقول إيه كان عندي دور نزيف محبالي نزيف محبالي أه أه تفضلي أيه بعدين والحمد الله يعني يتم علاجه أه وأثر معي بدور أنيميا أه وعند بقى ضربات القلب بيبقى شريعة أه في حاجة تاريطاني بتشهيك منها يا أمو خالد عند ضربات القلب حبيبس تقول إندرال بيهدي معي الضربات لا بص علاجي مش لإندرال يا أمو خالد علاج ضربات القلب دي يتبقى علاج الأنيميا الأنيميا هي العام للضربات القلب وسترعيته رب الحال 지금까지 عندك إنما كان음يا اه ما عندك إنما كنتًك انت قلتلي دلوقتي في عندك أنيميا يبقى علاج وعند ضغط بيع لو يوتى مش منتظم طب بص اسمعيني ايو ايو اسمعيني يا مخالي بقى من التلفزيون حسن لك بص يا مخالي دلوقتي هي السبب في زيادة ضربات القلب دي العرض ده لو ضربات القلب السريعة لكن ايه اللي جابوا بالنسبة لك انت جابوا بعد النزيف حصل أنيميا يبقى علاجوا علاج الأنيميا عند اخصائي النساء واخصائي البطنة دي عمر مبسيط وعلاج الأنيميا دي قرص في اليوم وحاجات بسيطة جدا دي ان شاء الله بالتدريج طالما فيش نزيف تاني هيحصل إلا زكاية الأنيميا جديدة أو بقى لو الأنيميا جديدة أو مثلا ستة ولا خمسة المقلبين ده موضوع تاني يحتاج نقل دم ده موضوع تاني لكن هو في الغالب طبع الأنيميا مش شديدة ولا حاجة بإذن الله الأنيميا اللي مش شديدة دي هتبقى أقراص أو حقن تتحسن الأنيميا هتلاقي ضربات القلب تحسنت وهيبقى أعراض الأنيميا كلها زالت موضوع الضغط اللي هو بيعلى وينزل ده ده توتر عصبي في الغالب ما نصحكيش إنك تاخد أدوية للده ولده لازم عشان نقول إن فيه ارتفاع في ضغط الدم من إيس ثلاث مرات في ظروف ثلاثة مختلفة ثلاث مرات مختلفة في ظروف مختلفة مش كل واحد يروح ييس الضغط كده وماشي في المشوار يلاقي الضغط عالي عشر والعشرين يريحوا يخد أدوية الضغط يتونه هبطان في الأرض ويرجعوا له لازم الضغط بيبطى وقالين يرجعوا له يعلى ده كلام غير صحيح لأن إحنا مش نعاش بالتعريف الطبية الدقيقة لارتفاع ضغط الدم ضغط الدم إن أنا ما إيس مرة واحدة على طول ده عنده ضغط ده ما نش عارف إيه إلا إذا كان في شروط معينة طبعا في علاية معينة المتفق عليه بين الأطباء لكن مش واحد منفعل وماشي متدايق متنرفز أو عامل مجود شديد يقول له آه ويسطف الصيدلية هو واقف يلاقي الضغط ياس بالطريقة دي حصلا حيطلع الضغط عالي يقول له ضغطك عالي وبعدين يدي علاج الضغط يرجع عابط لأننا نشوف ناس الأمرين في الحقيقة بالموضوع ده يجي لي تاني يوم هبطان وقال لي أنا هبطان قارس مصر لاقي الضغط وقال إلا حصل خدت أرسل بتاع الضغط طبعا أصلا ما كانش في ضغط ده كان ضغط مؤقت نتيجة المجهود أو نتيجة الإجهاد أو نتيجة التوتر أو نتيجة عدم النوم أو نتيجة الانفعال كل ده أسباب بؤقتة بتذهب ويذهب معها ارتفاع الضغط بإذن الله أم آية تفضلي أم آية أهلو السلام عليكم أهلو السلام عليكم السلام عليكم أهلو السلام عليكم لو سمحت يا دكتور فضلي أهلو أيوة تفضلي بسمعك أنا من حوالي عشر أيام جالي زينوبة بكاء شديدة بكاء تعبت من بعدها بدا حسست أني جلبي يعني دايما شغال على طول ما ما بيهداش كده وحس أنه في ألم في صدري نشجادة يعني كل ما أشأخذ النفس مجدرش حتى يزيد عليها ساعة النوم وحس أنه روح حافظه طيب أنت بتقولي كان بحالة بكاء أو حتى رحت كشفت هنا فقالوا لي أنت ما عندكش أي حاجة ما فيش أي حاجة في صدري هو كلامهم صحيح كلامهم صحيح يا أم أي كلام الأطباء صح لأنه دوقتي أنت جالك بعد بكاء ده هالة هلع أو هالة التراب وهالة قلق ده بتصرع ضربة القلب بتجيب ألم مختلفة في سائر الجسم منها الصدر ده كلام وارد جدا والناس بتبقى مضطربة جدا وخايفة جدا من ألم الصدر ديت وهي في الحقيقة ما لهاش أي وجود وهشعة الصدر بتطلع سليمة والكشف على الصدر وعلى القلب بيطلع سليم ده كلام مظبوط جدا الانفعال والتوتر يزود ضربة القلب يعمل ضيق في التنفس يعمل ألام بس دي كلها حاجات غير حقيقية إنما نفسية وإذا استمر الأمر بتبقي تعالج بقى مع طبيب الأمراض النفسية إذا استمر لكن إذا كان خفيف انت تتفوت الحاجات ده هي تماديوش فيها وبحاجات بسيطة أو من أممات حاجات بسيطة أو صفالك الطبيب حت ترجع لطبيعتك إن شاء الله بالبعد عن التوتر والقلق والالتراب إحنا بعدنا عن موضوعنا الأساسي والجلطات وإحنا الجزء الهام فيه إحنا ننصح به دائما هو الحركة الحركة تمنع جلطات السقين وبالتالي تمنع جلطة الشريان الرئوي جلطة السقين بتيجي الأول بتيجي الأول يجي فيها تورم يجي فيها ألم ممكن يكون فيها حمرار معاها في الحالة ديت على طول خاصة إذا كانت في ناحية واحدة خاصة إذا كانش فيه سكر إذا كانت حاجة جاي كده لوحدها وكانت حمرار طيب نكمل بعد الاتصال تفضل تفضل يا أستاذ سيد أيوة تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل يا أستاذ سيد أيوة يا بيه مع حضرتك لو صبحت أنا عايز أتصل بدكتور الأمراض الصدرية اللي بيكلم دلوقتي نعم أيوة أنا دكتور أمراض الصدرية تفضل أنا معاك أيوة يا خمد لو صمحت الله يبارك لك أنا بشتك من ألم في سبري ونهجان باستمرار دلوقتي بقى لي حرفتك زي فوت الشهور وكشفت عن دكتور أنترو إذن فأقل إن عندك حاجة في الجهاز التنفسي العلوي هي العاملة ديك التنفس عاملة ديك التنفس طارق جمعة المنصورة حولني على جمعة المنصورة أيوة أسمع أقل عندك ارتخاء في الجهاز التنفسي العلوي ولازم تستمر على الجهاز في الجهاز ده مظهر بحالي 33.5 وفيه ألولي 16 صح ده كلام مظبوط طيب أسمعني يا أستاذ سيد أسمعني ده كلام مظبوط تماما إنه بيحصل ساعات لما يكون فيه حاجات في الحلق والزور بتبقى مرتخية بتسد النفس بالذات في النوم في النوم أكتر ويخليك تستيقظ كل شوية من النوم ويبقى نفسك متدايق الموضوع ده بس قبل ما ناخد الجهاز ده لأن الجهاز ده بمجدي وبيجيب نتيجة كويسة ونعمل حاجة اسمها اختبارات النوم اختبارات النوم ده وانت نايم بتنام في جهاز كده بيتحط حوالي 8 ساعات ويرسم رسومات معينة للمخ والعضلات والعضلات الصدر وبعد كده إذا شقص الطريق أنه ديت انسداد جهاز التنفسي العلوي أثناء النوم انسداد جهاز التنفسي أثناء النوم ده بيبقى الحالة دية نستخدم الجهاز ده بيسموه سباب السباب ده بيدينا بيدي الهوى والأكسجين بيقوة ضاغطة شوية فبخلي الحاجات المرتخية دي تتفتح وبالتالي يقدر المريض ينام كويس وما يسحاش كل شوية لأنه بيحصل انعكس ده على نوة بيبقى فيه شقير ويبقى فيه ضد في التنفس كل شوية يسحى 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 يعرفش ينام يصبح تاني يوم ينام وماشي في الشارع لو بسوء عربية ينام وماشي يلاقي مصدع يجيلوا الضغط بعد كده لا احنا عايزين نبنع المضاعفات دي كلها أن عدم النوم ده إرهاق شديد جدا للجسم وأشد أنواع التعذيب أنا في نظري هو التعذيب بعدم النوم بعدم النوم ده لأن النوم ده هو راحة الجسم وهو نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل علينا وبالتالي لابد فيه مرض أثناء النوم ومرض ممكن يعالج فعلا نسعى في تشخيصه وأخذ العلاج ليه علشان ما حصلش بعد كده ضيق شديد ونعكس عليه في الضغط وعدم النوم وعدم الحركة وحيبقى مش مستريح جدا خاصة إذا العلاج أمره بسيط بجهاز زيدية أتفضل يا أمو علاء السلام عليكم أعيكم سلامة وطلاب وبركاته إذا حضرتك يا دكتور الحمد لله رب العالمين والله حضرتك أنا عندي حساسية صدري من ببالة عشر سنين حضرتك أنا ما باخدش العلاج يعني على واضك اللزوم كده يعني الزروفي وكده فمستعمل البخاء على طول أي هزم جيني أو كده فعمنا الغضة الدركية وباخد لها برضو حباية كل يوم مشايلة رحم ويومنت ناشيلة رحم كان عندي نجيك وكده فحصل لأنيميا أنا حاليا يعني جلبي بحس إنه هو بيجي ده يجي كم مرة وربعة بجامل وكنت قطع عشر يام في إيد الشمال فالعروج اللي هي في الإيد ديت ميتة كده وضعيفة خالص ودرعجي وجهنف بحسي فيه بحراجان جامل فأنا عندي استفتر من حضرتك يعني طيب بص يا أمو علاء أنت دوقتي عندك كده حاجة أولا أنيمة لازم تعالج لأنيمة لازم تعالج وعلاجها سهل وبسيط زي ما قلنا بالأقراص وبالحوان والكلام ده موضوع الشريان اللي في الإيد ده يعني عنده دكتور الأوعية الدموية أما بالنسبة لنا احنا موضوع الحسي علاج كده غير كامل لأنك بتاخد علاج لما تعبه ونت بتتعب كتير بالتالي لابد يتاخد البخيخة التانية البخيخة الوقائية اللي بتاخد فترات طويلة الدكتور بيحددها دكتور الصدر وتمشي عليها بانتظام سواء تعبانة أو مش تعبانة الوقائي بيتاخد تعبان المريض أو مش تعبان مستنىش لما يتعب العلاج اللي هو بيسعي في المريض بسرعة ده البخيخات دي اللي بتتاخد ساعة ما يبقى فيه تعب بس أما العلاج الوقائي والوقاية خيره من علاج أكرر للمرة الألف الوقاية خيره من العلاج وبتمنع النوبات اللي بتيجي دي وعد خلينا نستخدم بقية الأدوية دي وممكن نستخدم كل الأدوية نستخدم عن كل الأدوية لابد نستخدم البخاخة الوقائية بصفة مستمرة كل ما هناك البخاخة الوقائية عشان فيها مادة الكورتزونة ده مادة بسيطة جدا ومادة خفيفة جدا وما تخوفش أبدا وما يروحش كل مريض يشترط على الدكتور أول ما يدخل أو على الكورتزونة اللي حرام كورتزونة حرام ليه كورتزونة بخاخة حرام ليه هي اللي هتعالد لا أول حاجة يقوله في أول كلمة كده لا ده كلام غير صحيح تماما البخاخات الكورتزونة للمرضى الحسسية جزء أساسي في العراج وبتمنع المرض وأدويتها خفيفة جدا إذا أخذت بطريقة مضبوطة ومع الطبيب زي ما بصف الطبيب كل ما هناك يتمضمض أو يشرب مياه بعدها عشان ما يحصلش التهاف في الحلق ولا التهاف في الزور أثناء أخذ البخاخة ده بس المطلوب أتفضل يا أستاذ صالح السلام عليكم عليكم السلامة وبركاته السلام عليكم كان عالد والدتي كان عالدها ديئت في الشريان التاجي وهي أطلاً كانت عالدها كان عالدها الثلاثان في السادية وشايله بقالها فترة يعني بقالها حوالي 15 سادة أو حاجة زي كده ورم ورم أي ورم وبيجيلها صداع على طول يعني صداع بيعتبر بيعتبر مضبط بها ماشي فحضرتك إحنا قدنا لها بقدنا لها العلاج بتاعي اللي قد ديكو تأشير جدا تاعدت منه فوقفنا عليه طيب أنا أقول لها حضرتك بس خليك معايا وصحيح طبعا ده تقصص أمراض القلب لكن معروف إن موسعات شرعين القلب بعضها بعض موسعات شرعين القلب بتعمل صداع ولذلك أنت تراجع الطبيب تراجع الطبيب القلب اللي هو وصف موسعات شرعين القلب يتأكد أول إن فعلا فيه ضجف الشرعين التاجه ومحتاج علاج إذا كان فعلا مش مستحملها الأدوية اللي بتعمل الصداع يبقى فيه أدوية تانية فيه حلول تانية هو حيجدها الطبيب المتخصص في أمراض القلب بالعلاج إذا كان الصداع مرتبط بهذه الأدوية أما إذا كان الصداع لي سبب تاني يبقى يعالج حسب سبب رحية حضرتك من أيام ما قبلت العملية الورودية وهي قلتها الصداع ده بعدها على طول يعني الصداع ده يعتبر مزمن بقاها شغال على طول كان حميد ولا غير حميد كان غير حميد يعني غير متوقع أنه يكون مدة 15 سنة أن فيه سنويات في المك وعملت الصداع ده لمدة 15 سنة ده غير متوقع لكنها ممكن تكون عملية نفسية أنها ارتبطت ارتبطت يعني بيزعلها على استقصال السدي أو أن يعني مرض زي ده أو أن حاجة نفسية دقيقة فيها أن تجيب صداع وده الغالب الغالب الصداع اللي عندها نفسي من أثر العملية الواقع النفسي عليها في الغالب في المنظم النسابي وكده ولكن المفروض تطمئن ده موضوع انتهى وفيش خطورة طبعا لا مانع أبدا نتعمل أشياء مقطعية على المخ لاستبعاد أي مرض آخر وده أمر بسيط برضك وأمر مؤسر وسهل ونحسم كل المواضيع وبالتالي مش هيبقى عندنا إلا الشق النفسي والشق النفسي ده أنت معاها بقى تقنعها أن ده قدر الله وده حاجة أتمت من 15 سنة ما فيش فيها مشاكل وربنا عفاها منها واتقعت شر مخاطرها وانتهى الموضوع من زمان موضوع بقى لأدوية الشريان القلب الدكتور حيقيم إذا كانت منها ولا مش منها وبالتالي مش محتاجين حاجة تانية بإذن الله فهذا كلها أمور بسيطة نرجع للجزء اللي بتاعنا وأنه هو جلطات السقين وبعدين بأسبابها أنه عدم الحركة أو السمنة أو فيه أو رم أو فيه حاجة ضغط عليها أو فيه أثناء الحمل يزيد أكتر أو بعد الولادة وعدم الحركة كل ده نمنع فيه الكلام ده ونحاول نحرك بسهولة ونحرك أسرع قدر الإمكان أو نعطى أدوية مانعة للجلطات إذا كانت حيبة في إقامة أو عدم حركة فترة طويلة زي اللي في الجبس مثلا المريض اللي في جبس في رجلية الاتنين دي طيب ده يبدأ حي يمشي إزاي أو في رجل واحدة مش عارف يمشي في الحالة دي نديره الحقن المانعة أو الأقراص المانعة للوقاية أتفضلي يا أمو إبراهيم السلام عليكم أعيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا دكتور أنا كنت عايزة تأل حضرتك أه تفضلي بس أعلي صوتك شوية لو سمحت يا دكتور أنا مخوة كنت استألت ليسا حضرتك السبب الاتصال أنا كنت الماصل قالولي في دكتور قالولي هنا عندنا في دوميات إن الماصل دوة خطر جدا على الكلا والكبد لا الماصل مش خطر على الكلا والكبد الماصل اخترته فإنه هو ممكن نعمل حسية الحاجة الثانية بقى الأهم في الحقيقة إنني يعني تركبته لازم تكون دقيقة لازم يكون معمود بطريقة صحيحة لازم يكون معمود بطريقة شركة أدوية مش حكاية إنه تركب في العيادات والكلام ده ده يعني كلام غير مقبول لا هو مش الماصل الدكتور بيدهوننا مش تابع شركة أدوية خالص ده هو الدكتور هما هو بيكون هو بيدهوننا في والله ده لا أنا مش أقصد شركة أدوية شركة أدوية بدل ذات يعني يعني تقنيات حديثة لتصنيع الماصل بحيث يكون مقنن وله معايير دقيقة المعتعرف عليها دوليا لكن ما جيش أنا بحاجات بسيطة كده واركبه لازم يكون معترب به وفيه إشراف صيدالي عليه بحيث إنه يكون دقيق لو متركب دقيق وبيعطى بإشراف طبي وبيعطى بإشراف طبي وبدوعيه اللي أنا ذكرتها بدوعيه اللي أنا ذكرتها في الحدود الضيقة اللي هي ما فيش استجابة للأدوية الثانية وفي حدود واحد أو اثنين أو ثلاثة من الأمصال فقط وبيتاخد بانتظام وتحت إشراف طبي يبقى لا مانع إذا المريضك موافق على كده لأنه ممكن يجيب نتيجة في الحاجات اللي ما جابتش نتيجة أما غير كده فبالحقيقة أحنا متوفقش عليه يبقى نديه لكل الناس وتحت أي ظروف وتحت أي بند وتحت أي تصنيع وبأي طريقة دي لا غير موافقين عليهم والأدوية كافية إن شاء الله أنت منزبارك أسلا أصال دول لو خدوا البخخات وخدوا الأدوية بانتظام إن شاء الله هيخفهم باش فيهم مشاكل لكن ما بأسطرش على الكلا والكبد لا ما بأسطرش على الكلا والكبد لا عمرهم 15 سنة و16 سنة طب وما دو المانع ياخدوا البخخات يعني هم أخدوا علاج كتير البخخات يا مدام ما بأخدوا علاج كتير وقائي ما بأخدوش ما انتظموش في العلاج الوقائي بياخدوا علاج ساعتها وخلاص ساعة المرض وخلاص ما احنا معظمنا من نشوف كده بياخد المريض ساعة ميتعب وخلاص فين علاج الوقائي عشان يمنع ما فيش فلا أنت أنا عندي يماني يقين كتير جدا إن انت لو انتظموا في العلاج الوقائي إن شاء الله هيتحسنوا خاصة إذا بتاعدوا عن أتريه ولا تقين قدر الإمكان موضوع المصلي إذا كان بالطريقة بالشروط اللي أنا قلتها يبقى خلاص غير الشروط دي لا يبقى غير آمن وغير يعني مسموح بي طيب نكمل بقى الحديث في جلطة الساقين احنا مخاف من جلطة الساقين عشان إيه علشان إنها ممكن تروح لشريان الرئوي طيب وجدت جلطة في الساقين فعلا وتشخصت أنا جلطة في الساقين خلاص عيو على عالج عندك صايلة وعدة موية عنده دكتور بطنة دي أمره سهل وعلاجه يسير طيب نكمل بعد التصال تفضل تفضل أو سيد محمد أهلو 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 سلام عليكم أهلكم السلام وإطلاق بركات أهل حمد لله عظيمة دكتور أنا كنت أعز أسنل أنا كان معايز معها عندي سيدتي وديتي كانت أحمل عملية في ضعراء أه يعني تعبت شوية فمدرش تتحرك يعني فقاتلها قلطة في فرقلان الشيمان قلطة وردية قلطة وردية تحت عشان متحركش فرقلان الشيمان آه إحنا روحنا الدكتور وعمل لها لازم الدبلر آه صورة تحت الجلد أيو صورة لها علاج اللي هو المريفان المريفان ده وقسبرين آه واليفان ترى بص بس المريفان ده فيه شرط إنه هو لازم يتعمله تحليل كل أسبوعين بالكتير قوي كل شهر يعني كل أسبوعين أو كل أسبوع حتى كمان في الأول بالذات علشان نتأكد إنه ما بزودش السيولة ما إحنا برضك مش عايزين لدي ولاد المريفان ده ده خطير جدا ده خطير وهو على أطفال ياخدوه المريفان ده لازم يبعد تماما على أطفال زي ما هو مفيد هو مضر جدا برضك لأنه لو يزداد عن حده حيعمل نزيف والنزيف ده ممكن يبقى في حدد كتير جدا بالتالي إحنا فيه قواعد ونمشي عليها للمريفان ده اللي هو الدواء اللي هو بيمنع الجلطات إنه إحنا نعمل تحليل أولي بعد كده لما الدكتور بيحط التحليل ده في حاجة اسمها ال-INR اللي هو يعني المساحة المطلوب بيها المسموح بيها ما بين 2 و 3 في الغالب ما بين 2 و 3 عددتك ماشينا على 2 نحن الحد لا ماشي لا مش عدد 2 ملي ولا 2 أورس لا في حاجة في التحليل اسمها ال-INR غير الـ 2 ملي أو الـ 2 أورس ده لا غيرها خالص الأقراص عندنا فيه 1 ملي وفيه 2 ملي وفيه 1 ملي وحتى 3 وحتى 5 ده الأقراص أنواع الأقراص دي بيزبطها الدكتور أيوة التتابع معها مع الدكتور بقى اللي بعاليجها بتاع الأقراص دموية عشان يزبط التحليل ده عشان ما يزيدش يعمل سيولة وما يقلش يعمل الجلطات تاني خد بقى لك ده مهم جدا ضبط الجرعة جرعة الدواء لأن احنا نشوف المشاكل كتير جدا جدا من هذا الدواء خاصة أنه بتعرض مع دوية كتير جدا كمان وبتفاعل معها فزيادته بتزوي وتعمل النزيف ونقصه بيبع أرضة لحدوث جلطات مرة تانية والضبط الموضوع بالضبط والضبط الموضوع بالضبط اللي هو حسب القواعد الطبية المتعارفة عليها عند الأطباء وعند استخدام هذا الدواء هو ده اللي بيبقى الأحسن في أنه هو يمنع الجلطات وفي نفس الوقت ما يحدش ينزيف اتفضل يا أستاذ محمد السلام عليكم يا دكتور عليكم السلام وطلاب بركاته من فضل حذاك أنا مريض سكر وضغط اتفضل يوم الأربع الماضية كنت بعمل إيكو بالمجهود اكتشفت أن فيه عندي انتداد في الشرعان التاجي يوم الأنين دخلت عملت أسطرة وأخذها فيها لك وبعدين ركبوا لي دعمتين في الشرعان وبعدين بعد ما يعني عملوا لي إيكو تاني يوم بارح ولو الأمر مستقر وكويس يعني تمام الحمد لله لما أنا خركت مبارح من المستشفى لكن أنا حدث فيه نار زي تدري مش عارف هال هي دي حاجة ده تيجي تبقى كل عملهم بقى لحسن كويس خلاص لا لا تبص أصلاق ده ممكن تكون برت في التكييف بتاع العملية بس أحيانا يحصل في التكييف بتاع العملية دي عشان بيبقى طبعا إنسان بيبقى لبس كفيف جدا وفي كل عمليات تقريبا بيحصل الناس يجيلهم برد في العضلات من برا وده غريبة كده طالما الإيكو سليم وطالما الأسطرة قالوا إنها سليمة والدعمتين ما مشين تمام يبقى ده سبب تاني آخر خالص وممكن لو استمر الألم ده يتعمل أشعة الصدر عشان استبعاد أي سبب آخر من الأمراض الصدرية نعم يعني يعني الألم ده ما تخافش لكن لو استمر هتعمل أشعة للصدر يعني الغمور بالنسبة للقلب وبالنسبة ما فيش إن شاء الله كده طالما الإيكو سليم والذي يسترط على السليم خلاص عمل وتم بقير والحمد لله ونجاح خلاص بفضل ربنا سبحانه وتعرف بنا يعفيك وتبقى أحسن بإذن الله لكن يبقى يبقى عليك بقى ضبط السكر والضغط السكر والضغط عشان محصلش المضاعفات مرة تانية السكر والضغط وتأخذ الأدوية اللي هو صفرك طبيبا وتخصف أمراض القلب طيب أنا عايز بعد إذن حضرتك لو فيه إمكانية أن أنا أوصل بعض البخخات سنب كورت اللي يحتاجها للمرضى يعني في المصر نعم في المصر أي جمعية خيرية بقى تبعث عن طريق الجماعات الخيرية أو لأي حد من الزمل نازل ما فيش مانع ووصلها لأي جمعية خيرية مرضى طبعا الجماعات الخيرية محتاجين جدا البخخات طالما صالحة نحتاجها كتير ويريت المتبرعين بالبخخات والأدوية دول في جمعية الرحمة كمان عندنا في قناة الرحمة جمعية الرحمة بتتلقى الأدوية دية توزعها على الناس المحتاجين ويبقى لك الأجر والجزاء العظيم عند ربنا سبحانه وتعالى طيب يبقى أن احنا نؤكد على أن ضرورة الحركة ضرورة تأخذ الاحتياطات أثناء العمليات وفي الجبس وناتلوم بتحركوش أن احنا ناخد الرعاية الطبية في المنع الجلطات حتى لا يحدث الجلطات في السقين وبالتالي نمنع حدوث الجلطات في الشريان الرئوي الشريان الرئوي ده بقى لما يحصل جلطة لقدر الله وإحنا عايزين ولا إحنا عايزين جدا في الصدر وبردك مش عايز كل واحد يحطي لي أي ألم في الصدر يبقى جلطة في الشريان أو لا كلام ده غير صحيح احنا نقوله هو تكون عنده جلطة في السقين أو ما شباد لك أو في الزراع أو في الفقز أو في الحوض عند النساء مثلا أو حتى الرجال لمرض تاني في مرض في الضغط على أوعية الحوض لمانع أو ودد أو كده أي مكان في الحاجات دي كلها أو جلطة في الطرف السفل أو طرف العلوي أو في الحوض وتيجي الجلطة دي تروح عن طريق الدم اللي هو داخل على القلب يحمل معاه جلطة جزئية تروح على الشريان الرئوي وبالتالي الشريان الرئوي تسد جزئي أو كل أو بق جزء منه ويحدث ألم شديد جدا ألم شديد جدا مع ضيق في التنفس وصرعة في التنفس صرعة في التنفس وأحيانا يبقى مصحوب دم لو الجزء ده مات منه جزء لكان الشريان الشعبي راخر كان فيه أحخالة أو عطب في نفس التوقيت فبالتالي ممكن يحصل ما يسمى بالموت جزئي لجزء بسيط من الرئة في الحقيقة احنا بنقول المرض ده الأهميته أن المريض لما يشتكي بألم شديد خاصة إذا كان مصحوب في النفس خاصة إذا كان فيه طورم في السقين يبقى على طول ما يتأخرش ما يتأخرش متأخرش أبدا وإذا بالدكتور متخاصف أمراض الصدرية أو أمراض القلب الاتنين يعالجوه دكتور متخاصف أمراض الصدرية ودكتور متخاصف أمراض القلب الاتنين يعالجوا أنا شوال رئوي هو موجود في الاتنين وطالع من القلب وماشي في الرئتين فهو موجود في الاتنين والاتنين يعالجوه كويس طبعا بالإضافة لخصائي البطنة برضك البطنة العامة برضك في الموضوع فعلى طول يروح وبعدين الدكتور طبعا هتأخذ الإجراءات لتشقيص لإثبات أو نافية هذا المرض وإحنا عندنا قاعدة قاعدة وإحنا الحقيقة ونحترمها جدا إن حينما نشك حينما نشك في الجلطة في الشريراء ومش هنستنى ونبتدي العلاج بباشرة طالما ليس هناك مانع في العلاج ليس هناك موانع من استخدام العلاج مش هنستنى لما نتأكد لا هنبتدي العلاج بس هنبتدي علاج بسيط الورحوقا ويبقى تحت إشراف طبي لغاية ما تطلع الأشعة والأشعة المقطعية متعددة مقاطع دلوقتي واللي معها معها صبغة بالشرايين تقدر تحدد وتحسب الموضوع ببساطة الحقيقة هي مكلفة لكن تستاهل في حقيقة المرض دي إن إحنا حينما نشك إن إحنا نعمل لأن إحنا في الحالة دي عايزين نطمئن في جلطة ولا مفيش علشان بعد كده هيمشى على العلاج الوقائي هنحدد مدته هل هو ست شهور ولا مدى الحياة على أساس هل بيجي جلطات قبل كده هل في مرض لسه موجود يمكن يحدث جلطات هل في سبب اللي بيحدث جلطات ما زال موجود كل ده هيقدر يحدده الطبيب إذا تأكد إن كان في جلطة بالكلام ده لكن حينما يشك فالدكتور بيبتدى على طول العلاج ما يخفش المريض ابتدى للعلاج حتى لو طالما ما فيش جلطة ما فيش خوف للدكتور ده إشراف طبي وبيخوفاً وحذراً من مرض خطير فده يجعله على صواب في إنه يبتدى العلاج لحد ما يتأكد وندعو الله عز وجل لجميع بالشفاء والعافية وأن يبعد عننا مثل هذه الأمراض والعلل وأن يبصرنا بالحق وأن يهدينا إليه وأن يجعل الشفاء لجميع مرضى المسلمين وغير المسلمين مرضى جميعاً وندعو الله عز وجل أن يجمعنا بكم مستقر رحمتي وعلى أمل باللقاء نستودعكم الله الذي لا تطيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصحة كنز لا يفنى والمسلم أغلى ثروتنا والرحمة اسم ومسمى فضحت مفتاح سعادتنا للمرضى في الرحمة أمل يهديه طبيب عيادتنا لداء دواء فابتسموا وادعوا بالخير لإخوتنا يشفيكم رب رحمن ويزيد نجاح مسيرتنا